توالت ردود الأفعال المستنكرة في روسيا بعد تصريح لمرجع دينياً مسلم في القوقاز دعا فيه إلى ختان جميع النساء معتبراً أن هذه الممارسة طريقة للقضاء على الرذيلة في العالم موقف المرجع الديني المسلم إسماعيل بردييف المثير للجدل لقي دعماً من الكاهن الأرثوذكسي فيتس فولودت شابلين الذي أكد أنه يحترم تقاليد الجيران داعياً مفتي إلى عدم التراجع عن تصريحاته بسبب مهاجمته تصريحات رجلي الدين الصادمة تأتي بعد نشر منظمة إنسانية روسية تقريراً يبين أن ختان النساء ما يزال يمارس في القرى النائية من جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة وقد حذر تقرير لوزارة الصحة الروسية من المخاطر التي قد تنتج عن هذه الممارسة